طيب النهاردة كان فيه تدريب صباح للفريق وطبعا ما كانش فيه وقت خالص يبقى فيه راحة سلبية لضغط المباراة في الفترة الحالية مباراة الاتنين لعبنا مباراة مع المحلة يوم الخميس يعني ظرف 72 ساعة مباراة ان شاء الله هتكون مهمة جدا بالتأكيد ده سموحة كان واخد بقى فترة راحة المباراة الأخيرة بالأمس اتأجرت بسبب الأمطار في الأسكندرية فبالتالي هيكون عنده مساحة وقت للتحضير لموجهة الآلي النهاردة الفريق استعني تدريباته صباح اليوم وخاض الفريق المرانة دون الحصول علىها عقب مباراة تغزل المحل اللي وقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الخمسة واللي فاز فيها الأهلي بسلاسة أهداف مقابل هدفين الأهلا يلتقي مع اسموحة يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز طيب على هامش المرانة النهاردة بيتسو مسماني عقد محاضرة مع لعاب الفريق المحاضرة كانت سريع ما استمرتش وقت طويل وكان فيها شرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللعابة خاصة ممكن تكون بعض السلبيات اللي ظهرت في مباراة الأمس والنواء يشتغل ازاي بقى على هذه السلبات عشان يتلفاها في مباراة المحلة أو مباراة سموحة القادمة وكمان الحديث عن الارتباطات اللي جايه ممكن عندنا مباراة سموحة ثم في مباراة بعدها في الدوري وهيتوقف الدوري لفترة كده حتى منتصف ديسمبر واحتمال لما يترجع المسابقة في منتصف ديسمبر بعد كأس فيفا للعرب ممكن تكون في مباراة سوبر إفريق للأهل مع الرجاء ده يتحدد نهاية هذا الأسبوع لكن الفترة اللي جاية فيه وراختك وفيه كم توقف للمنتخب بسبب كأس فيفا للعرب النهاردة على هامش المران أيضا كان فيه تدريبات استشفائية للمشاركين في مباراة المحلة وكان فيه فقرة قوية جدا لحراس المرمى اللعاب الفريق اللي شاركه بالأمس في التشكيلة الأساسية اكتفه النهاردة بمران استشفائي واللعاب اللي ما شاركتش فيه المباراة يمكن عمل التدريب بقى أو تأسيمة جماعية كمان النهاردة بخصوص المران الاستشفائي كان فيه جلسة في الجيم وبقى اللعاب اللي ما شاركتش يمكن خاضت مران بدني شامل وفي نفس الوقت كمان كان فيه تأسيمة فنية قوية جدا وميشيل يانكون مدرب الحراسي ممكن عمل مران قوي ليه علي لطفي وحمز علاء ومصطفى شوبير وزي المجموعة الأساسية اللي رياحت من المران أيضا محمد الشنو النهاردة كان فيه مران استشفائي كده ليه رفقة باقي اللاعبين الأساسيين اللي شاركوا فيه مباراة المحل طيب أبرز حاجة وأهم حاجة والجمهور كان الآن بعد إصابتهم بالأمس علي معلول وحسام حسن الحمد لله يمكن الواحد كان ألان جدا من إصابة حسام حسن لأن الضربة والخطة كانت قوي جدا فيه الرجبة والقرة كانت بجد تستحق يمكن كارتة أحمر كنت أتمنى يكون حتى فيها مراجعة للفار لأن إمبارح كان زي ما أقول لكم كان فيه خشونة زائدة عن الحد وكانت فيه بعض المفاهيم إمبارح يمكن أنا كنت شايفها مخالفة تماما لقواعد الفير بلي في مباراة الأمس لكن يعني المباراة عادت على خير الحمد لله وكان فيه إصابة لحسام وعلي معلوم إصابة حسام دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق اتكلم عليها وقال أن اللعب أجرى أشعة خلال الساعات القليلة الماضية والحمد لله الإشعة أثبتت أن هي فيه كدمة في الجزء الخارجي للرجبة وحسام بسبب هذه الإصابة هيحتاج إسبوع فقط للراحة وهيخود برنامج تأهيلي فبالتالي مش هيكون جاهز لمباراة تصموحة القادمة الحمد لله الإشعة أثبتت أن ما فيش أي ألام ولا أي إصابة أكبر من كده لو على كدمة يعني إسبوع يريح وإن شاء الله يرجع ليه التدريبات ويخش فيه المباراة لكن منظر الإصابة وخروج حسام ما كانش قادر يحط رجله على الأرض وكمان الفيديوهات اللي شفناها لللاعب هو على الدكة وهو بعيط ومتدايق وزعلان كل ده قلقنا لأن مش عارف فيه صفقات كده ساعات بتنضمه ولقدر الله في أول مشاركة أو تاني مشاركة فجأة تلاقي إصابة لقدر الله بتبقى كبيرة إن كان حصلت كمان مع محمد محمود لك الحمد لله ربنا سلم وعدت على خير ونتمنى الفترة اللي جاية مش هقول للحكام الفرقة نفسها يعني اللعبة تحافظ على بعضها وتلعب آه تلعب بجدية وكل حاجة لكن مرحلة الجدية لها حد معين إنك ما تقزيش زميلك ما تخشش بشكل خشن على الأنقل أو على الرجبة أو على جسم زميلك أو على جسم اللعب طيب علي معلول مبارح رغم للأهل أجرى مبارح أربع تغيرات في سلاسة وقفات وشعر بألام شوية في العضلة الخلفية أو في العضلة الضمة لكن كم من لغاية اللحظات الأخيرة والسواني الأخيرة عشان ربنا يكافؤوا إنه يحرز هدف الانتصار وهدف الحسن في اللحظات الأخيرة وبعد المباراة شفنا علي معلول ممكن سقط في الأرض واشتكى من ألام في العضلة الضمة دكتور أحمد أبو عبلا طبيب الفريق النهاردة طمننا وقال إن علي معلول أجرى أشعة صباح اليوم عقب العودة من المحلة واشعة الرنين أثبتت إن فيه شد خفيف في العضلة الضمة لكن الحمد لله الشد ده يحتاج بالكتير قوي من أربع إلى خمس أيام عشان يتمثل للشفاء ويكون جاهز للتدريبات الجمعية بنسبة كبيرة أيضا علي معلول مش هيكون موجود في مباراة القادمة قدامك وقع على الشاشة بصوا علي ممكن خلاص في اللحظة الأخيرة ولسه الحكم بيصفر مقدرش خلاص وقع على الأرض ومسك على طول العضلة الضمة ألف سلام عليك علي انت بتقدم مستويات عظيمة جدا وعمل موسم ولا أروع مع النادي الأهلي سواء الحالي أو حتى السابق حتى انت كمان على نصر الأساسية اللي موجودة في المنتخب التونسي ألف سلام علي علي معلول نتمنى إن شاء الله يمكن هيغيب مباراة سموحها يلحق المباراة اللي بعدها على طول لأنه خلاص بعدها كمان المفروض هيتم استدعائه لقايمة المنتخب التونسي اللي هتشارك في كأس فيفا للعرب عندنا سبع لعيبة من الأهلي مع منتخبنا الوطني وبدري بنون مع المنتخب المغربي وعلي معلول مع المنتخب التونسي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الأهلي وعندنا شوية أخبار جديدة كده موجودة في السوشيال ميديا ونشوف الناس علاقت وقالت إيه عاقب الفوز بالأمس على المحلة بسلسة أهداف مقابل هدفين